هذا وقد رفضت المملكة العربية السعودية ما وصفتها بالتصريحات العدوانية الصادرة من إيران تجاه أحكام القصاص التي نفذت بحق مدنين بالإرهاب متهمة طهران بتبرير الأعمال الإرهابية ونقلت وكالة الأنباء السعودية رسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده استهجان المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة وأضاف المصدر أن نظام إيران آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب باعتباره دولة راعية للإرهاب ومدان من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة وأشار المصدر إلى أن تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة شاملت كل من العراق واليمن ولبنان إضافة إلى سوريا التي تدخلت فيها بشكل مباشر من خلال الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها ونجى معانهم مقتل أكثر من 250 ألف سوري وتشريد أكثر من 12 مليون ولفت المصدر إلى القبض على خلايا تابعة لإيران في الآوينة الأخيرة قامت بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى دول عدة وقال المصدر أن نظام إيران أعدم العام الماضي المئات من الإيرانيين دون سند قانوني واضح وأكد المصدر على استقلال وشفافية القضاء السعودي وأنه لا يعمل بخفاء كما هو شأن نظام إيران وكانت وزارة الخارجية السعودية قد استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وسلمتهم مذكرة احتجاج شديدة لهجة حيال التصريحات الإيرانية الصادرة تجاه الأحكام القضائية التي نفذت في المملكة من جهة أخرى حملت الرياض الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة حيال حماية سفرات المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد وحماية أمن كافة منصبها من أي أعمال عدوانية وذلك بمجب الاتفاقيات والقوانين الدولية في غضون ذلك اقتحم عشرات الإيرانيين أجزاء من مبنى السفارة السعودية في طهران وعبثوا بمحتوياتها وأشعلوا النيران في بعض المكاتب وفي وقت سابق من الليل تجمع مئات الإيرانيين أمام القنصولية السعودية في مشهد وألقوا زجاجات حارقة على المبنى فاشتعلت النار في أقسام منه وفيما خرجت من إيران تصريحات عدوانية تجاه أحكام القصاص التي نفذت بحق مدنين بالإرهاب في السعودية فقد أكد المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد في 28 أكتوبر الماضي أن السلطات الإيرانية تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة شدد أيضا على أن معظم أحكام الإعدام في إيران تنتهك القوانين الدولية إيران الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم حيث شهدت أرقاما غير مسبوقة من أحكام الإعدام بحسب المنظمات الحقوقية الدولية التي بدورها وصفت الوضع الإنساني في إيران بالسيئ جدا فقد نددت الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر من عام 2014 في قرار لها بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران لاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد ذكر في تقرير الجمعية العامة بالأمم المتحدة أن إيران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم وأن حالات الإعدام قد تزايدت منذ عام 2005 حيث بلغت على دحالات الإعدام في عام 2014 743 شخصا على الأقل وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تقر به سلطات الإيرانية بينما تجاوزت حالات الإعدام عام 2015 ألف شخص وهو ما يعني أن إيران تنفذ أكثر من ثلاثة إعدامات يوميا وكشفت الهيئة والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر للاستقلال والحياد ويتم توقيعها إما على جرائم غامطة الصياغة أو فطفاضة وذلك وفقا لتعبير تلك المؤسسات الدولية وأشرت عدد من الهيئة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى أن عدد من أحكام الإعدام تفرض إما لمخالفات غير واضحة أو لتصرفات ما كان يجب أن تعتبر من الجرائم أصلا وأضافت أن المتهمين في المحاكم يحرمون من حق توكيل محامين يدافعون عنهم كما تفتقر المحاكم للإجراءات المطلوبة فيما يختص بالاستئناف والعفو وتخفيف الأحكام بينما لا يتم إخبار المتهمين بتنفيذ هذه الأحكام فيهم إلا قبل ساعات قليلة من تنفيذها وأما أسر المعدومين فلا يتم إعلامهم بمصير أبنائهم إلا بعد مرور أيام أو أسابيع